شمس الغنية الفنانة نجوة كرام بدي رحب فيك و بدي قلك انه اشتقنالك صلنا فترا قطعنا عن اللقاء المباشر على القليلة اهلا وسهلا فيك على شاشة جديد اهلا فيك و الله لا يقطع حدا بتلا بيقوله فترة الماضي كيف كانت عم تقضي اياما نجوة كرام متل كل الناس شوية رياضة شوية مطالعة شوية تليفزيون شوية قاعدة مع الطبيعة تعرف اوقات الواحد بيحاول يخلق من الضعف قوة لما بيكون قدامه لا خيار بده الخيار ببيته الامتع لاله او الاصبط لاله لحتى يكون براحة نفسية لحتى يقدر يكفي شو شي جديد بيّن معك بهذه الفترة اللي يمكن عم تقضي فيها اكتر وقت بالبيت مع العائلة مع الاصحاب مع الاصدقاء بالنسبة لي ما في جديد إلا أنه المستجدات كانت والأحداثية اللي كانت عم تصير بلبنان هي اللي عم تخذنا على الحدث الأصعب يكون جديد علينا بس مش حلو بس بحس أنه لبنان دايما بيتخطى الاشياء ونحن كعائلة عندنا الارتباط الكبير ببعض فايدنا على الصعيد العاطفي أوقات العاطفي مضرة ولكن كمان أوقات نافعة لأنه بتشيل كل واحد بتشيل هم منه وبيلقيه على التاني أو منتقاسم المشكلة كلنا سوى لحتى وأهم شيء أنه كلنا عم نتطمن عن بعضنا كلنا مناح وكلنا مرتحين والحمد لله ما صارت ولا أي مشكلة عائلية بعدك عم تتعاطي مع موضوع الكورونا فيروس كورونا وانتشاره مثل الأول يعني هل أنت مثلا هلأ مع الإقفال التام مثل قبل ولا أنه مع أنه هذه مناعة القطيع نظرية مناعة القطيع أنه الحياة بدأ تكمل ونحن بدنا نكمل وينك بين هلأ النظريتين؟ أنا رح قال لك بس شيء أنا بأمن فيه وبحسه بقول فيه كورونا بس فيه الله بدنا نكمل إذا كان الهدف أنه ما نكمل المزروع فينا كبشر أقوى بكتير من أنه نوقف وما نكمل لا لازم نكمل اليوم قبل ما أحكيك أو أسألك عن الأغنية الاستثنائية يلي حكينا عنك أنه نزلت من كم يوم لورا خليني أقول أنه هيدا الفترة الماضي ما كنا عم نلحق مشاكل ما كنا عم نلحق صفعات عم نحكي كلبنانية كشعب لبناني يعني إذا كان بلشت بالحراية الكورونا الأزمة الاقتصادية والانفجار كل الأوقات بتكون دي إيجابية أكيد ما فينا نكفي غير هيك عايشين بالبلد مثلنا مثل كل الناس وللأسف شو بيعاني منه العالم كله نحنا بنعرف أنه الكرة الأرضية عم تعيش بالشر بس شو بيعاني منه الكرة الأرضية كله بدك تزيد عليه باللبنان مثل كأنه لبنان محتم عليه إنه يكون هو الممسحة هو هو الحق للتجارب هو المطرح يلي بيقدروا يمسحوا فيه كل غلطة كانت بكل العالم لحتى يصبوها عنا ولكن بقلك يا شعب لبناني نحنا مش أول مرة بنعاني من هالظروف وأكيد مش آخر مرة نحنا بنسمع جدودنا كيف كانوا ومنشوف نحنا كيف عشنا ومنعرف إنه مستقبل أولادنا حسب المزروع بالبلد كيف لازم يكون بس بكدلك لو كان غير شعب عيش اللي نحنا عشناه وعم نعيشوا وعيشوا جدودنا ما حدا بقدر كان يكفي هذا صمد الشعب اللبناني متفاقلة يعني يعني دايما فيه تفاقل عن نجوة كرم بالمستقبل لأنه هلأ فيه الشعب اللبناني محبط يمكن هيده أول مرة بنوصل الكلم عصب الكلم محبط الكلم الدائق مين ما تحكي بيقلك إنه مستقبل ما بعد بدي سافر بدي هاجر مستقبلنا معرفة نين نحنا لوان رايحين عايشين كائن ناطق ما بدي قول شي تاني بطل عنا الحرية حتى ببيوتنا نحنا مراقبين بعين كبيرة صرت إذا بتدخل من غرفة لغرفة من خلال تلقفونك أنت معروف أنت من بتروح الإنسان خلقت يكون حر وربنا عطانا الحرية تتنسلب مننا بهالطريقة على الكرة الأرضية لابد من لابد من انتفاضة يمكن الأرض غضبانة مش البشر بس الأرض غضبت حتى النبتة ما بقى عم تعطينا نبات متل ما كانو نشوفها من زمان خدار صار مختلف بهت الخدار بهت الألوان بدنا انتفاضة لنرجع نرجع الألوان السبعة والتسعة أحلى ما كانت خليني فوت بغنيت بيروت ارتباطا بالكلام اللي عم نقوله أغني إيجابية فيها تفاقل وبنفس الوقت فيها رسالة وفيها صرخة أخدت معيك وقت لأنك تنزل أغني يمكن في كتير كانوا متوقعين تنزل قبل رح أحكي الحقيقة اللي بحسها وما تعودوا الناس غير يسمعوا من الحقيقة بكت مفكرة غني لهيدا الظرف لأنه عم نعاني عم نتعذب عم ننقهر وكله عم نبلع بصمت 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 ممنوع نحكي ولو حكينا بتنقلب علينا وبتعرف كل الأوطان اتغنالها أغاني وطنية بس لبنان اتغناله كتير كتير لأنه ما بحياته طلع من حالات الحروب فقلت إذا ما بدي يكون فيه شي كتير كتير مختلف ما بدي يغني في حدا بحبه كتير من الشعراء بيكتب شي بيركب براسه على راسي عيش بأميركا السيد روجيف غالي وقلي زمان ما حكينا مع بعض على التليفون من وقت غنيت نحن شعبك يا الله اللي هو كمان كاتبها وكما أنه كاتب أغنيت ليش مغرب بالثانية نفس اللي عم تحكيني فيها بيدق لي الشاعر بيقلي قلت أنا إذا أنا بدي دق له وأعمل غنية وهلقه بأميركا وبالثانية نفسها بيدق بيقلي شو بك عملك شي ما بتحكيني قلت له أنا عارفة مين بس اتفاجأت قلت له مين أنت أصلا قال لي أنا روجيف غالي هو نقز كيف معرفته قلت له مين قالك أنك أنت اللي عم تطلبني دحك قال لي شو بكي قلت له أنت بأميركا وتاركنا هون قال لي لا أنا بلبنان قلت له الليلة بدي شوفك وإجا قال لي لازم نعمل شي للبلد قلت له مين الأولى منك يكتب تفضل في كتير شو عرب حبهم وكتير شو عرب كتبوا للبلد رائع بس عبالي منك شي يكون عم يخدني على جو مختلف لأنه حتى تخليك تقنعني وكانت أغنيات بيرود تحرجت عنها الحجر بدنا نقول هذه الغنية صارخة هدايتية للشعب اللبناني شو بدك كيف دك تعانونيها نحن عملنا هاشتاج قبل لبنان الحياة أو بيروت الحياة تعود كل العالم يشوف لبنان فرحان أنيق جميل مناخ ولا أمتع ريحة العطر بتبلش من عتابه لتوصل لبيوته لتطلع على سماء هيدا لبنان حبيت أنا فرجي بها الطريقة وبكل إيمان يلي بقول فيه بيروت دحرجت عنها الحجر لا موت الله كبير ودايما عن ناحيات بمحل عملت صرخة توعية عن مقدرات عملت صرخة عن لبنان الحلو أكتر من مرة كل هيدا المبادرات اللي عمت عمليها شو بتتصور يكون إليها نتيجة؟ بتتصور على أيام ما كانوا عملت الفن ما كان عندهم نفس السؤالات عم بيقولوا شو بتتصوروا نتائج من أغانيكن من بحبك يا لبنان للبنان جنت الله على الأرض لكل الأغاني شو بتتصور نترح عليهم غير هذا السؤال فكرك من من إلى لليوم وبيضل لبنان الحلو هي من كلمات إستاذ رجيف غالي ألحان إستاذ بيسام الأمير وتوزيع داني حلو اللي قالوا لنا إيه العمالة عن لبنان كنا نحنا صغار مش منتبهين لما كبرنا شفنا شو قالوا لنا نتمنى أنه الجيل اللي جاي يقدر يتذكر نحنا شو عم منقول عن لبنان الحلو إن شاء الله نجوة بانفجار الأربعقاب هيدا موضوع ضج طبعا الكرة الأرضية كلها مش بس لبنان والبلدان العربية بحب أعرف كيف تلقفت الموضوع وين كنت موجودة سمعت الانفجار خبريني قصة وين حضرتك كنت مثلا كنت بمنطقة الشمال أنا بتردد لك اليوم ثلاثة صار لي حوالي سبع سنوات بكون بهيدا نهار تأمل هيدا نهار طلعت من تأمل ساعة ستة ونص سبعة بفتح تلفوني بلاقي كل العالم عم بيسألوني بكي شي فتكرت فيه إشي علي ما سمعت الانفجار بس تغريت عرفت إنه فيه هالشي اللي صار على المرفق وإن شاء الله ما تنعاد تلقيت الخبر بطريقة مخيفة جدا لإني كنت على الطريق لحتى إيجي أتطمن عن أهلي وعن كل أصحابي وعن كل اللي بعرفون ببيروت نجوة كل المشاهد اللي شفتيا أدى أثرت عليك عاطفيا بشاع الغضب اللي عندك إياها بوقتها فيك تخبريني عنا؟ أول شي فكرت بالشهداء اللي ميتوا كيف أهلهم بيطلقوا الخبر وما كان بس بوقتها لأنه كل يوم كاني عنا كأنه بعده صار الانفجار لما كنا نلاقي إنه فيه كتير مفقودين وأهليهم ناطرين ناطرين يشوفون إذا بركي بركي ربنا بيعطيهم خبر إنه هني طيبين الله يصبر قلبهم وبقلهم إنه تكون خاتمة الأحزان عندهم وبلبنان فيه كم تويت عملتيهم على النظام السياسي بالبلد أسين شو الخلفية كانت؟ شوف أنا اللي بدي أقوله قلته وما بحب السياسي أبدا لأن كلها نفاقة بس رح قل لك كلمة واحدة نحن مش ملك حدا ولازم الشعب موقف ويمشي للآخر ليغير إذا ما غير الشعب رح نضل نورت اللي عم بيصير معنا لو ولد 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 ولدنا نحن منموت بس لبنان رح يبقى بس وقت نقول أنه لازم الشعب يغير مثلا شي بيشبه هيدا الثورة اللي نزلت شي بيشبه هود الناس اللي نزلوا يكملوا يعني بهيدا الإطار أو كيف بدنا نقوم كلنا سوا وندل بموضوعية على الشي اللي بيوجعنا ونحكي مع الناس المعنية ونشوف متطلباتنا وما نرجع بيوتنا اللي ناخد حقنا ما نرجع بيوتنا اللي ناخد حقنا وإلا لازم نفللهم من بيوتهم مع نظرية كلهم على خطأ مع نظرية كل واحد ما بيستعلي يبقى بها الأرض لأنه ما بيحبها الأرض لو بيحبها الأرض كان حافظ عليها والأرض مش طراب الأرض نحن الشعب متفقلة بهيدا المحل بتقول أنه معقول يصير شي هيك تغيير بالبلد يخدنا على محل جديد لما هيك تقدي تفكري عم تحتاري أخبار أو قاعدة بالتخد عم تفكري بالبلد وين صرنا تعودوا علينا إنه بتصير حرب وبنرجع من نام ومنموت ومنقوم ومننسى من نام ومنموت ومنقوم ومننسى مش لازم ننسى هل هناك دور للفنان بالتوعية الاجتماعية والسياسية يعني فيه هلأ منلاحظ أنه في ظاهرة جديدة أنه في كتير فنانين وفنانات عم بيعبروا عن قراءهم السياسية بشكل عام نعم ما هنم مواطنين نعم بالنهاية ما هنم عايشين بالوطن وعم بيحسوا بالوجع اللي بيحسوا فيه كل الناس شونا نحنا مختلفين بنبكي متل ما بيبكوا بننقهر متل ما بنقهروا بيروح مصرياتنا متل ما بيروح مصريات الناس كل شي نحنا ويري يصير معنا دخلك تأثرت منيح بال دخلك أنت كيفك بترجع كل شوية والتاني بتخبرنا عن شي اي شي صعب صعب بس لأنه مثلي مثل كل اللبنانية مش رح حصرخ أكتر منهم أو أو ابكي أكتر منهم لأنه كل واحد بيبكي من مطرحه بيوجعه وباللي حاسس فيه زيارة ماكروك إننا نحنا حكينا عالتليفون أحساب هيدا الموضوع زيارة فيروز أداية هيك يا بعث التفاقل بين اللبنانيين وعندك وشفنالة سورطة هيدا لبنان سألتني عن الفنان ودوره بالبلد وبالسياسة وبالقيمة وبسفارة وبالنجوم هيدا لبنان جسدته السيدة فيروز هو هيدا اللقاء كان منه لقاء عادي ولقاء ذكي ذكي جدا لأنه دأبي معلم لبناني يعني إجازار بدل ما يتلعى بعلبك مثلا أو يروع شبال على قلعة شبال واللي هي ما بتقل عنه لأبدا إجال عند السيدة فيروز أنت الجامعة لفتني موضوع إنه نجوة قليل ما بشوفيك بتغني بالمناسبات لفيروس غنيتي له بس مش مش كتير تفضل تغني أغنيك وكذا والآخر وفيه امتعاد عند عائلة الرحبانة بأنه وقت يطلعوا يغنوا الفنانات والفنانين لفيروس كيف بتشوفي هيدا المحل تحس أنه فيروز وأغنيها هي حق لكل فنان لأنه هي بتمثل وطن ولأنه أغنيها بتمثل وطن والناس بحب تسمعها وفيروس ما عم تكون موجودة ما عم تغني ست فيروز أول شيء موجودة بكوكب مختلف وما بتريد حدا يخر قولي لأنه هي مش خارئ الكوكب حدا هي أصلا طلعت برات الزمان والمكان بكل الأعمال اللي قدمت لنا إياها بعض الفنانين بيحاولوا يعملوا موضوع متل تحية بس هيدا إذا كان شيء خططن الرحابنة وإذا شيء بيزعجن هيدا أسلوب هني اتخذوه يمكن لحتى هيدا خططن بالحياة أنا بحترم هيدا الشيء بتغني لفيروس بمناسبة ولا بتعتبر أنه تفضلي لا بدون بسمع لها بسمع لها بسمع لها بسمع لها وبتمتع ومتع سمعي بنت سيدي فيروز ريمة الرحبانة بأكتر من تويت عم بتهاجم كل حدا عم يطلع يغني في البعض عم بيقول عم تهاجم بقسوة الفنانين والفنانات يلي عم بيغنوا أو حتى من عائلة الرحبانة وقت تقري بوست لريمة الرحبانة أو تشوفي صحافي كاتبي عنا شو رأيك بالموضوع؟ أنا شو دخلني يعني هيدا أسلوبهم وهني قلوا نحق أنه يتعاطوا مع العالم بالطريقة اللي هني بيشوفوه هلأ لقدام نجوة شو عم تحضر لنا؟ شو ناطرين نشوف من النجوة؟ إذا الله راد بخمسة 11 رح يكون عنا حفلة كبيرة بدبي بالإمارات الحبيبة إن شاء الله بإنتر كونتينانتال إن شاء الله بتلاقي استحسان بتكون هيدا أول مرة رجعنا من بعد كل هالأزمات عملنا فيها حفلة وبقول ممكن يكون في غنية جديدة ممكن ممكن إي ممكن لا حسب كمان الظروف نعنا عايشين كل يوم بيومه ما فيك تسألني كل لبنانية شو بديك تعملي بكرة بدي قللك أنا بدي بكرة شوف شو جاي خليني يعيش اليوم ونكفي شر هنهار وكله بيمشي الحفل مع جمهور رح يكون أكيد إن شاء الله لأنه هلأ بتعرفك ما طبعا مع التباعد ومع النظام يلي الأنون المعتمد طبعا الألبوم يلي كان نحكى فيه من قبل مني ألبوم معقول إنه تروحي بهيدا الاتجاه نحنا مش بيوارد ألبوم مني ألبوم بهيدا الفترة أنا بالنسبة لي هيدا الفترة يعني إلى وقت مش معروف لنا؟ إلى إنه تطلع الشمس بسماء العالم شمس الغنية ونجمة اللبنانية ناشوة كرام تانيكو كتير لأنك استعبال دينا بدايتك أنا بشكراك بس بيضل في عندي شغلي بدي أولى إنه الليريك فيديو يلي شفوا العالم بالنسبة لبيروت تحرجت عن هالحجر هو أو بالنسبة للهاشتاك تبع بيروت الحياة ولبنان الحياة هو كل الصور اللي شفوها هني من موهوبين من الفانز أو من غير الفانز هني اللي قدموا لنا كل هالصور اللي شفتوها وهي حقيقية عن لبنان بدنا نشكرون وبدنا نشكرك على هيدا العمل من قلبنا وأنا بقولك أنه الليريك فيديو عمله جورج إيواز تانكيو ناجوة على استضافتك لألنا مرة تانية وإلى اللقاء القريب إن شاء الله تانية لبنان تانية لبنان تانية لبنان اشتركوا في القناة